قررت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر انتهج مسار غير تقليدي في الدعاية الانتخابية لدعم مرشحها في خوض السباق الانتخابي من خلال عدد من المحاور وذكرت الحملة الانتخابية أن ذلك يأتي وفقا للإمكانيات المادية المتاحة لحزب الشعب الجمهوري ومرشحه الرئاسي حازم عمر وترشيدا للنفقات وانطلقت الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن القائمة النهائية لمرشح الانتخابات الرئاسية 2024 برموزها الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في الصباق الرئاسي